بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أخوتي أخوات المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسالتنا في هذه اللحظات القليلة عن التقوى وعن الخلاص من الإنصيا إلى النفس الأمارة بالسوء فقد ورد في الكتاب العزيز قال الله تعالى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى حقيقة ينبئنا بها أصدق القائلين الله سبحانه وتعالى أن من أراد أن يصل إلى الجنة بطريق واضح على النهج القويم والصراط المستقيم فعليه أن يتجنب الهوى الهوى والتقوى حقيقتان متضادتان فالتقوى هي بمعنى الإرادة القوية أن الإنسان الذي يستطيع أن يغير من سلوكياته وأن ينحى منح الأخلاق الطيبة هذا هو صاحب التقوى وأما الذي ينساب وراء رغباته ووراء مشتهياته ووراء ما ترغب به النفس الأمارة بالسوء لا شك ولا ريب أنه يضيع وأن الآخرة مصيره أسير فيها وأما من خاف مقام ربه أن يخشى الله الإنسان المتقي يخشى الله سبحانه وتعالى وينهى النفس يكبح جماع النفس الأمارة بالسوء وأن لا ينصع لكل رغباتها وأن يجعلها وفق الميزان الشرعي ووفق القوانين الإلهية التي سنها الله سبحانه وتعالى نعم أيها الأحبة مسألة خطيرة لذلك نبهنا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله في أحاديث كثيرة قال أخوف ما أخاف عليكم أمران الهوى وطول الأمل الهوى ما هو الهوى أي أن الإنسان يلبي كل ما ترغب إليه نفسه سواء كان ذلك حقا أو باطلا حلالا أو حراما هذا الهوى بعينه أما الإنسان الذي كل ما أراد أن يفعل شيئا لابد أن يقف هل هذا الشيء مرضي عند الله سبحانه وتعالى أو لا ذلك هو المتقي ذلك صاحب التقوى ولها مراتب كثيرة نعم التقوى لها مراتب لأن هذه العناوين الإيمانية من العناوين المشككة كما يقول أهل المنطق كيف يعني مشككة بمعنى أنها لا تنطبق على جميع المصاديق على حد سواء التقوى تختلف تقوى المؤمن الفلاني تختلف عن تقوى المؤمن الآخر وهكذا نحن نعلم أن تقوى أبي ذر الغفاري تختلف عن تقوى سلمان المحمدي وكلاهما تقواهم تختلف عن تقوى أمير المؤمنين وسيد الموحدين بعد النبي صلى الله عليه وآله عليه بن أبي طالب عليه السلام لذلك أيها الأحبة علينا أن نبتعد عن مقدمات الحرام عن الشبهات الله سبحانه وتعالى نهانا أن نتبع خطوات الشيطان القرآن الله سبحانه وتعالى أورد في كتابه لم يقل ولا تتبع الشيطان قال ولا تتبع خطوات الشيطان لأن الكثير من خطوات الشيطان خطوات مباحة كثير من المباحات تؤدي بالإنسان إلى الوقوع في فخ الشيطان وهكذا ورد في المقولة المشهورة من حام حول الحمى وقع فيه فعلينا أن نبتعد أن نجعل مسافة بيننا وبين الذنوب وهذه أيها الأحبة على المستوى العاملي كيف تكون؟ كيف تكون؟ أولا على مستوى الأخلاء الأصدقاء علينا أن لا نصحب صديق السوء قد يقول بعضنا أنا لا أتأثر بأخلاقه نعم لا تتأثر في مرة في مرتين لكن إذا تكررت الحالة قد تقع في يوم من الأيام في خلق سيئ من هذه الأخلاق وفي كل الأمور أيها الأحبة من وضع نفسه في موضع الشبهات فلا يلومن إلا نفسه وهكذا يؤدبنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله بقوله صلى الله عليه وآله قال من أصلح ما بينه وما بين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس احرص على دينك احرص على دينك فإن المخروب من خرب دينه فقال من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه ومن أصلح سريرته أصلح الله سيرته فعلينا أن نتق الله سبحانه وتعالى وأن لا نتبع الهوى نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين اتقوا والذين هم محسنون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة